السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أتمنى أن تكونوا في أفضل حال معكم نعمان زريوح في فيديو حصري فيديو سيجيب عن سؤال مهم جدا تسأله ضحايا النرجسيين هذا السؤال هو أخي نعمان النرجسي شريكي قد تركني أو يريد أن يتركني وسوف ينتقل إلى شركة أخرى هل سيكون سعيدا في علاقته الجديدة هل أخيرا سوف يجد ما يريده من العلاقة الجواب هو لا وألف لا وفي هذا الفيديو سوف أبرهن عن هذا الجواب سوف أعطيكم ست أسباب أسباب صادمة تجعل من المستحيل على أي نرجسي أن ينجح في أي علاقة أي علاقة يدخل فيها النرجسي مصيرها هو الفشل وحذاري لأن آخر السبب سوف أكشف عنه هو أخطر السبب سبب كفيل لوحده بأن يحرم النرجسي من أي سعادة في أي علاقة فيديو حصري وخطير لذا كالعادة يجب أن يصل لأكبر عدد ولكي يصل يجب أن يقترح على اليوتيوب لذلك من الضروري وضع لايك ومشاركة تجاربكم وآراءكم أسفل الفيديو لكي يستفيد الجميع إذن مرحبا بكم في هذا الفيديو الحصري أولا النرجسي دائما يبحث عن المصلحة عندما يدخل في أي علاقة فهو يضع مخططا ولديه أجندة خفية أي أن لديه هدفا من هذه العلاقة ليس كما تعتقدين أنت لذلك فهو يعطي في البداية في مرحلة قصف الحب أو شعر العسل كما أسميه ولكن لكي يأخذ بعد ذلك أضعافا مضاعفة أن الجسي دائما يبحث عن مصلحة مصلحة مادية مصلحة عاطفية مصلحة جنسية مصلحة اجتماعية هو لا يحب شخصا أي أنه لا يحبك كإنسان بل يحبك كشيء كشيء يمكن أن يستغله لمصلحته دائما لذلك تذكري هذه القاعدة بالنسبة للنرجسي كل علاقة هي عبارة عن حرب عن حرب باردة يجب أن يكسبها يجب أن يربحها في النهاية لذلك فهو في البداية يعطي في البداية يستعمل جميع أساليب التلاعب لكي يكسب عطفك لكي يكسب ثقتك ولكن كل هذا هو عبارة عن فخ عن مصيضة لكي يحقق هدفه وهدفه هو أن يقتات منك هدفه هو أن يستغلك هدفه هو أن يدمرك لكي يعيش هو ثاني سبب يجعل من المستحيل نجاح أي علاقة مع نرجسي هي أن النرجسي هو صياد محترف كيف ذلك؟ النرجسي هو مفترس دائما ما يراقب ضحيته قبل أن ينقض عليها والضحية في هذه الحالة هي أنت لذلك فإذا لاحظت في بداية العلاقة فالنرجسي دائما يطرح لعديد من الأسئلة يريد من هذه الأسئلة أن يحدد نقاط ضعفك وهنا أسطر على هذه الكلمة نقطة ضعف هو يصطاد تلك النقط لماذا؟ لكي يعرف كيف يضغط على الأزرار المناسبة التي تجعلك تردين الفعل أي تجعلك تبكين تجعلك تغضبين وهذا يشعره بالقوة بالسيطرة لأنه يستطيع أن يتحكم بك أن يتحكم بمشاعرك أن يتحكم بانفعالاتك لذلك فالنرجسي دائما يبحث عن نقطة ضعفك وأيضا دائما سوف يبحث عن نقطة ضعف ضحايا أي شركاته المستقبلية وهذا يحكم على أي علاقة مع النرجسي بالفشل ثالث سبب هو أن كل علاقة مع نرجسي تنتهي بالأذى في بداية العلاقة نحن نعلم أن النرجسي يرتضي قناع الحمل الوديع يعامل الشريكة بلطف يظهر على أنه الزوج المناسب إلى آخره ولكن دائما وأبدا ذلك القناع يسقط شيئا فشيئا ويظهر الوحش على صورته الحقيقية صورة الشيطان وهنا الضحية تكتشف هذه الصورة تكتشف هذا الوجه الآخر وجه الأذى وجه العنف نعم قد يكون العنف جسديا ولكن غالبا ما يكون نفسيا وهذا أكثر تدميرا هنا النرجسي قد يقول لك مثلا هذا الفستان الذي لبسته كان يبدو عليك أفضل قبل خمس سنوات هذه ملاحظة هي مسمومة ولكنها نوعا ما بسيطة ولكن قد يصل به الأمر مع تقدم العلاقة إلى أن يقول لك مباشرة أنت حمقاء أنت غابية أنت تافهة أنت حقيرة هكذا وهذا بطبيعة الحال يكون أكثر إيلاما وأكثر تدميرا لثقة الضحية بنفسها إذن تذكر يا هذا أخت العزيزة لا يمكن أن تنجح أي علاقة مع نرجسي ببساطة لأنها علاقة مؤذية علاقة عنيفة علاقة غير متكافئة علاقة تتجه فقط في اتجاه واحد ألا وهو مصلحة أنرجسي رابعا أنرجسي أناني بطبعه أنرجسي فقط يفكر في نفسه أنت لا تهمينه لأنه مفتقد للتعاطف لذلك فإذا لاحظت جيدا فأنرجسي كأنه يعيش في عالمه الخاص كأنه منعزل لماذا؟ لأن داخله بارد هو لا يحس بك فأنت كأنما تعيشين مع إنسان غريب ولو أنه قد شارك حياتك لعشرين سنة إنها الحقيقة أنرجسي لا يمكن أن ينجح في أي علاقة كيفما كانت لأنه فقط يفكر في نفسه يفكر في تموينه النرجسي أنت لا تهمينه ولن تهمه أي علاقة أخرى إذا انتقل مثلا إلى شركة أخرى إذن كوني واثقة أختي العزيزة بأن النرجسية لن ينجح أبدا في أي علاقة مستقبلية بكل بساطة لأنه بارد لأنه أنني لأنه مفتقد لأهم شيء يميزه عن الآخرين ألا وهو التعاطف خامسا النرجسي يمل بسرعة هكذا هو النرجسي هو يستعمل أشياء ويلقيها غالبا ما يكون النرجسي متهورا مندفعا وأيضا هو متهور في علاقاته بطبيعة الحال هو يريد أن يستعملك لمدة ليلقيك أريد أن أقول لك شيئا تذكريه شيئا سيصدمك أنا متأكد صدقيني النرجسي قد طلقك يوم زفافك هو يخطط كيف ينفصل عنك منذ اللحظة التي تعرف عليك فيها صدقيني إنها الحقيقة النرجسي يمل يمل منك وسوف يمل من علاقاته المستقبلية النرجسي دائما يبحث عن الأفضل لأنه يعتقد أنه الأفضل فهو يستعملك لمدة معينة ثم يلقيك كمنتوج عندما تنتهي صلاحيته فما الذي سيستفيده منه؟ النرجسي تذكري هذا دائما لديه مخطط لديه هدف من العلاقة معك عندما يصل لهذا الهدف فهنا لا جدوى من أن يمكث معك هكذا هو النرجسي في العلاقات الأخرى السوية الصحية فهناك اتفاق بين الشركين على دوام العلاقة في الوقت في الزمن ولكن النرجسي يفكر بطريقة أخرى بينما شريكته فهي تراهن على هذه العلاقة التي ستدوم مدى الحياة من وجهة نظرها ولكن للنرجسي رأي آخر مختلف تماما الآن نصل للسادس وأخطر السبب يحكم على علاقات النرجسي بالفشل هذا السبب هو أن النرجسي لا يفق في أي أحد النرجسي يعاني من ضعف كبير في الثقة بنفسه داخله فارغ تذكروا هذا لذلك فهو دائما يتوجس من الآخرين حتى من شريكته في أي علاقة صحية فهناك انفتاح أي أن الشريك أو الشريكة فهو يعطي جميع مفاتيح قلبه ومشاعره وعواطفه وأسراره للشريك الآخر لماذا؟ لأنه يعلم أن حياتهما ستكون مشتركة ولكن النرجسي لا النرجسي غير متاح عاطفيا هو منغلق عاطفيا على نفسه لأنه دائما يمثل دورا هو دائما يرتدي قناعا هو لا يستطع أن يثق فيك حتى لا يسقط ذلك القناع العلاقة مع النرجسي ليست علاقة عاطفية عادية لا العلاقة مع النرجسي هي حرب من وجهة نظره حرب فيها غالب ومغلوب لكي تربح لا يجب عليك أن تثق في عدوك أنت عدوة للنرجسي فكيف تريدين أن يثق فيك هذا مستحيل النرجسي لا يتعاطف معك النرجسي لا يعتبرك إنسانة حتى أنت شيء كيف تريدين أن يثق بشيء النرجسي لا يثق ولن يثق أبدا هو لا يثق بك الآن لأنه دائما يشك أنك تخونينه يشك أنك تتحدثين في ظهره يشك حتى أنك تريدين أن تسممي طعامه النرجسي مصاب بالوسوس بالبرانويا وأيضا هو لن يثق في أي شريكة أخرى حتى لو انفصل عنك وانتقل لعلاقة جديدة فإنها ستفشل لأنه لا يثق أبدا إذن بحول الله ورعايته وصلنا لنهاية هذا الفيديو الحصري فيديو مليء بالأسرار إذا أعجبك المرجو وضع لايك مشاركته على أوسع نطاق لتعمل فائدة في الوصف سأترك لكم روابط لفيديوهات أخرى لتشاهدوها رابطا لتتواصلوا معي وروابط الصفحات الاجتماعية أنتظر أراءكم وتجاربكم على أحر من الجمر في التعليق أسفل الفيديو موعدنا بحول الله ورعايته يتجدد في الفيديو القادم وكالهذا كونوا سعداء اشتركوا في القناة